بسم الله الرحمن الرحيم قلوا اوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجابا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تهالى جد ربنا امتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقل الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وإنهم ظنوا كما ظننتموا أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها منئت حارسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقائد للسماء فمن يسميلان يجدى له شهابا وصدا وإنا لا ندري أشر نرد بمن فرر يمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة ناسقناهما ردقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوا كادوا يكونون عليه نبدا قال إنما أده ربي ولا أشرك بي أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوحدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وقل عددا قل ندري قريب ما توحدون من يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيْوَا الْمُزَّمِّنُ قُمِلِّنَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَوْقُصْمٍ قَلِيلًا نَوْزِدَ عَلَيْ وَرَتِنِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُقِعَ لِكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةً لِنِيَ شَدْ وَطَعَ وَمُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَرِ سَابَحًا طَوِيلًا وَادْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّنِ لَيْتَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبَ لَا إِلَهَ إِلَهُ فَاتَّاخِدُوا وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا وَظَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُنِي النَّعْمَةِ وَمَاهِنْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا وَطَعَامًا زَغُصَّةٍ وَعَذَابًا نَلِيمًا يَوْمَ تَرَجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلِيكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلِيكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا فَأَصَافِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبِيلًا فَكِفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلْ وِرْدًا شِيبًا السماء مفاطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوادنا من ثلثين لنواسفه وثلثه وطائفة من الذين محك والله يقدر لنا والنار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيصر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضرمون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيصر منه واقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرروا الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واسغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثير قم فأنذر يا أيها المدثير قم فأنذر واربك فكبر وثيابك فطهير ورجاز فجر ولا تمنت السكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر نغير يسير ضرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا ومن نشودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمى ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتن كيف قدر ثم قتن كيف قدر ثم نظر ثم عمس وبصر ثم أدبر والسكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما دراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدة ممو إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يساء ويهديه من يساء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أثانا اليقين فما تنفأهم شفاعة الشافئين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يتاصخ فا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقاسم بيوم القيامة ولا أقاسم من نفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجور أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ عين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المسقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتظرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذاب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طافة من من تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكار ونوثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطافة نبشاج نبتليه فجعلناه سميحا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدانا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسهيرا إن لبرار يشرمون من كأس كان مساجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا يوفن بالنذر ويخافن يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما حموسا قمطاريرا فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أضرة وسرورا وجزاهم بما سبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تثليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نئيما وملكا كبيرا هاني الثياب سندوس خضر ويسابر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أصبر لي حكم ربك ولا تطع منه مؤاثما وكافورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة واظرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خرقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هادي تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا ننيما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نظرا إنما توحدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدناك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لولين ثم نتبع مناخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا نحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا نحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واصقناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظلل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكي مما يشتعون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجاز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركع لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون